السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير جايبالكم فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هيعجبكم اول مرة اعمل فيديو مشتريات من النوعية دي لو عجبكم بقى الفيديو وعجبتكم المشتريات اقولولي في الكومنتات وعمل لكم فيديوهات تاني من النوعية دي من المشتريات احنا كنا في كارفور في فرع الفرع اللي هو في مول مصر فحبيت اشتري شوية حاجات بما اني يعني بعمل ضايت اليومين دول فهتلاق معظم الحاجات للضايت وكده فهقول لكم على الاسعار ايه والحاجات اللي عليها خصومات والحاجات اللي مش عليها فيلا بقى نبتدي الفيديو ولو اول مرة شوفوا القناة اعملوا سابسكرايب وعملوا شير ولايك للفيديو عشان كل الناس تعرف الاسعار وتعرف الخصومات ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا اول حاجة هنتكلم عنها في المشتريات بتاعتنا المنظفات المنظفات جيبنا تايت تايت للغسلات الاوتوماتيك هو عليه خصم 30 جنيه وهو 4 كيلو برحة اليسمين هو سعره 89 جنيه و95 وفيه فيبا فيبا هو صابون سائل للاطباق والجميع الاغراض يعني الاغراض المنزل هو 3 لتر 35 جنيه و95 وفيه كلوروكس كلوروكس ده للحمامات والمطابخ برضو هو سعره 36 جنيه وفيه هاربك كمان هاربك بيئة الجراثيم برضو للحمامات حلو جدا عايزة اقولكو هاربك فضيع دايما يعني بنجيبه هو ب 35 جنيه و95 قرش وفيه كمان دوني دوني مناعم للملابس بنحطه في الغسلات الاؤتوماتيك بعد ما بنخسل يعني في اخر شاطفة بنعم وبيدي رح حلوة قوي للملابس وممكن مع الغسل اليدوي برضو بنستعمله في اخر شاطفة حلوة قوي وسعره 79 جنيه و95 قرش وفيه كمان جليد جليد ده معطر جو برحة اليسمين فيه منه رواح كتيرة جدا وجليد بسعره 22 جنيه و75 قرش وفيه كمان الورق بتاع فين ده ورق للمطبخ يعني ورق تنشيف او بنطلع عليه الحاجات بتاعت المقليات وكده وبنستعمله يعني كتير في المطبخ هو سعره 29 جنيه و45 قرش وفيه كمان صابون لوكس ده السابون ست قطع عليه خصم جنيه هو سعره 23 جنيه و25 قرش هو حجمه 85 جروم وفيه كمان الجليفز ده او الجوينتي ده هو جوينتي واحد يعني هو برحة اللمون رحته حلوة جدا جدا يعني فالجوينتي يعامل 54 جنيه و95 قرش فيه كمان الجنرال ده ده بيتحط في الحمام في القاعدة بتاعت الحمام بيديها ريحة وبينظفها هم تلات قطع كل ما واحدة طبعا بتخلص يعني بتنتهي الصلاحية بتاعتها بنحط واحدة تانية جديدة هي سعرها 46 جنيه و95 قرش وفيه كمان معينة معينة ايه معينة الاكياس بتاعت الفرن دي حط فيها اللحمة فراخ خضور هي اكياس حرارية هي نوعها تركي 36 في 43 سنتيمتر فيها 3 اكياس هي سعرها سعرها 9 جنيه و75 قرش وفيه كمان الورق الستريتش بتاع البلاستيك بتاع يعني اللي بنغلف بي الفكهة الخضار كده هو اسمه الفتح ب12 جنيه و95 قرش هو كم سنتي اقول لكم كم سنتي مش عارفة 20 في 30 سنتي وفيه كمان ورق الزبدة ورق الزبدة من النوع اللي اسمه فالكون فالكون هو 15 متر وفي 37 سنتي ورق الزبدة طبعا بنعمل عليه الحلويات الكيك جاتوات مش عارف ايه الحاجات دي بيدخل فرن بيتحط في الصينية طبعا انتو عارفين كل الكلام ده هو سعره 49 جنيه و75 قرش وايه تاني بس يلا بقى نشوف بقية المشتريات بتاعتنا تاني حاجة في المشتريات بتاعتنا التونة والجبن والزبادي التونة سانشاين الوزن بتاعها مية خمسة وتمانين جرام اه باثناشر جنيه وخمسة واربعين قرش وفي الجبنة المثلسات دي ديري اه بسبع جنيه وخمسة وتسعين قرش اه هما اتنين ستاشر قطع يعني عربتين مع بعض وفي اللبنة الر بتاعت بينار التوركي بخمسة وخمسة جنيه وخمسة اربعين قرش وفي جبنة ال pissedنبلي اه بخمسة عشر جنيه وخمسة وتسعين قرش وفي مانا مانا ده حليم مكسف للحلويات اه بسسع وثلاثين جنيه وخمسة وتسعين قرش وفي دانون في عرض بتاع دانون موفرين يعني اثنين جنيه هي ذبادي لايت اه دانون بتمانية جنيه وربع وفي بيريزيدول لايت الجبنة المثلسات دي بتلات عشر خمسة وتسعين. وفيه الجبنة المزاريلا هي سايدة مبشورة باتنين وعشرين جنيه وخمسة وتسعين قرش. وفيه لكتل زبادي كيلو. وزنها كيلو بتمونتشر جنيه وخمسة وتسعين قرش. وجبنا كمان نسكافي نسكافي جلد وزنه اه متين جرام والسعر بتاعه 144 جنيه وخمسة وتسعين قرش. والكوفي مات او الكريمر او مبيض الاوه هو سعره 46 جنيه وخمسة واربعين قرش. ومعانا كمان آآ لمون وزنجبيل من رويال هو سعره 11 جنيه وخمسة وتسعين قرش. والتليو آآ سعره برضو 15 جنيه وخمسة وعشرين قرش. وفيه الكركدي عليه 15% مجانا آآ هو زيت شوية تلاتة وعشرين كيس بدل عشرين كيس. آآ سعره 15 جنيه وخمسة واربعين قرش. وفيه كمان الكاموميل آآ سعره 15 جنيه وربع. وجبت كمان آآ كورنيفليكس. كورنيفليكس من آآ هو ميتين وخمسين جرام. آآ سعر العلبة الواحدة بتلاتة عشرين جنيه وربع. ومعنا كمان التوابل دي. التوابل دي انا جبتها وجربتها في كزا حاجة يعني حلوة قوي. آآ هي اسمها باب الشام. جبنا البصل بودر. آآ سعره خمسة جنيه. والزنجبيل البودر بستة جنيه واربعين قرش. والكزبرة سعرها تلاتة جنيه ونص. وجبتي كمان التوست بتاع القرز ده. ده حلوة قوي. انا ما كنت قاعدة بره في امريكا كنت دايما بجيبه. بس مش آآ مش نفس الاسم ده. آآ كان اسمي تاني هو حلوة قوي بيتاكل كده بدل الخبز يعني للناس اللي بتبقى عاملة ضيت. آآ فهو طعمه فضيع جدا بيتاكل كسناكس كده حلوة قوي. آآ هو معمول من من الارز او الرز. فانا هقرى لكم دلوقتي آآ يعني مكوناته ايه وبيتعامل ازاي? هو سعر الباكت ده الواحد سعره اتناشر جنيه وربع. هو آآ توست الارز هو منتج بديل عن الخبز الامح خالي من الخميرة والبيض ومكونات العجين. وشبه خالي من الدهون. ومنتج بيساعد في النظام الغذائي والتحكم بالوزن ويوفر لك الشعور بالامتلاء مما يقلل من مخاطر الافراط في تناول الطعام لان كل خمسين جرام من توست الارز يعادله ميتين وخمسين جرام في درجة الاشباع. آآ عندما يصبح المنتج طريا يوضع بالفرن لبدع الثواني فيعود مكرمشا كما كان. آآ المكونات بتاعته آآ ارز بني بدون مواد حافظة او ملونة. يحفظه مكان جاف وبارد عن اشعة الشمس. وآآ ودي الصلاحية بتاعته هو طعمه حلو جدا. انتو لو دقته مش هتستغنوا عنه ابدا بجد طعمه حلو قوي. وده شكله. فانا جبت منه اتنين وآآ طعمه خطير يعني. جربوه هتحبوه قوي. خاصة الناس اللي بتعمل دايت. في معاني كمان البسكوت السادة ده اللي اسمه فنجر. شايفين? هو تركي. آآ وسعره آآ تمانية وتلاتين جنيه وربع. وفيه كمان البسكوت ده بتاع اولكر. هو بسكوت محشي بالمارشميلو ومغطي بالشوكلت. هو سعره تسعتاشر جنيه وخمسة وتسعين قرش. وفيه ده كمان السادة. آآ ده سعره سبعتاشر جنيه وربع. وجبنا كمان البرتقان ده. يعني البرتقان مش لقيه في اي حتة. فاول ما شفته اخدته على طول. هو سعر ستتاشر جنيه وخمسة وتسعين قرش. فاخدنا اتنين كيلو. آآ الاتنين كيلو عملوا اربعة واربعين جنيه واربعة وثلاثين قرش. وكمان جبت الكرومب الاحمر ده. دي سعرها اتناشر جنيه وخمسة وتسعين قرش. هيا دي الحاجات اللي جبتها بس جبت الفكهة والآآ جبت البرتقان والكرومب الاحمر ده. هما دول كنت محتاجاهم جدا يعني. وجبنا كمان عصير جهينة. آآ العصير ده بيور يعني طبيعي بدون اضافة سكر. آآ جبت التفاح ومنجة وخوخ والاناناس. هو بيكون لتر. الوزن بتاعه لتر آآ هو باتنين وعشرين جنيه وخمسة وعربعين قرش اللتر. وفيه كمان آآ لمار لتر برضو بدون اضافة سكر. هو عصير برتقان. جبت كل برتقان. وسعر واحد وعشرين جنيه وخمسة اربعين قرش. يعني اقل من جهينة بجنيه واحد. وفيه لمار كمان اللي هو العادي. آآ اللي في سكر عادي يعني. لمار عامل تمانية جنيه وخمسة سبعين قرش. هو برضو برتقان. وجبت كمان جهينة آآ بليوسفي او اللامندرين. آآ برضو عادي بس سعره بعشرة جنيه وخمسة وربعين قرش. وطبعا الحليب. جبنا حليب لبنيتة. لبنيتة هو خالد دسم. لبنيتة حلو جدا. هو تسعمائة ملي. آآ وسعر الازازة او العلبة بتاعته باربعتاشر جنيه وخمسة وسبعين قرش. وجبنا طبعا زبدو. وانا بسميه زبدو. هو اسمه لكتل. لكتل دوتو. فانا بقول عليه زبدو زي الزبدو اول ما طالع يعني. فجبنا طبعا الحجم الكبير والحجم الصغير. الحجم الكبير عامل ربعمية وعشرين ملي. بسبعة جنيه وخمسة وستين قرش. جبنا منجة وفراولة وخوخ. والحجم اللي هو الصغير. حجم ده. متين وعشرين ملي. عامل خمسة جنيه وخمسة وسبعين قرش. فجبنا بقى برضو وفراولة ومنجة وخوخ. الحاجات يعني اللي كانت موجودة واحنا كمان يعني بنحبها. هو دايما بنجيبها بس بيبقى عليها يعني بيبقى في عروض بيبقى اللي اتنين مسلا الصغيرين دول بيبقوا مسلا بتسعة او يعني بيبقى عليهم عرض اتنين مع بعض او تلاتة مع بعض بيبقى في يعني عروض وكده بس المرات دي طبعا ما كانش في عروض. اه في كارفور العروض يعني كانت ضعيفة قوي والحاجات التخفضات يعني قليلة قوي. او يمكن احنا الحاجات اللي احنا اخترناها ما كانتش يعني عليها تخفضات كتير. وجبت كمان الشامبو بتاع تريسمي. تريسمي بقوة البلاتين. بيصلح سنين من التلف وبيقوي الشعر بيحميه. الوزن بتاعه خمسمية ملي وسعره اه تمانين جنيه وخمسة وتسعين قرش. كمان جبت السبغة بتاعة جرنير. اه هي بني فاتح دهبي. والسعرها تسعة وربعين جنيه وخمسة وتسعين قرش. وريكسونة جبت اتنين الواحدة بتلاتة عشرين جنيه وخمسة وتسعين قرش. كده يكون الفيديو بتاعنا خلص. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وما تنسوش بقى السبسكريب للقناة. وشيروا لايك للوديو. وشوفكم فيديو جديد. باي بوي.